بعد عام على حكومة قحطة يعاني الأهالي من ترد الخدمات في ظل عجز الحكومة عن إيجاد الحلول ترد الخدمات دفع المواطنين للخروج أكثر من مرة في مظاهرات منددة تارة بقطوعات الكهرباء وسوء الخدمات وأخرى تدعو لحل أزمات المياه والنفايات أجزاء واسعة من أحياء الخطوم شهدت أزمة مياه تواصلت منذ شهر مارس وحتى اليوم وفي الولايات يشكو المواطنون من مشاكل الإمداد المائي للشرب والرأي الزراعي الأزمة تسببت برفي سهر برميل الماء إلى 500 جنيه ما فاقم من معاناة المواطن في ظل ظروف المعيشية الصعبة خاصة في ظل أزمة كورونا وما سببته من معاناة لعمال اليومية الذين أصبحوا عاطلين عن العمل وكأن المصائب لا تأتي فرادا حيث شهدت البلاد أزمة مستمرة في الإمداد الكهربائي أثرت على جميع القطعات في السودان خاصة أن قطع التيار الكهربائي سمر لأكثر من عشر ساعات في بعض المناطق أزمات متراكمة تعصف بالبلاد كان آخرها الفيضان الذي غمر مناطق واسعة من الخرطوم ودفع الحكومة لإعلان السودان دولة منكوبة ومنطقة كوارث طبيعية وفي ظل عجز الحكومة الانتقالية عن إيجاد حلول لمشاكلها وضعف الاستعداد لفصل الخريف تسببت الفيضانات في وفاة أكثر من مئة مواطن إضافة لإصابة العشرات فضلا عن تدمير آلاف المنازل بشكل كلي وجزئي أزمات اقتصادية خانقة واقتصاد مشلول وكلما تعقدت الأزمة السياسية في السودان أمعنى الممسكون بمقاليد الأمور في الخرطوم في اشتراح الحلول الترقيعية والجزئية التي لا تقود إلا لمزيد من التأزيم لا حكومة الحمدوق ينخلطون مثل الدود جيتون أنتم ما نابعين وحكومتكم ما نابع وسببتون مدنية 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 وين المدنية لا جموفراطية لا حرية لا سلام لا عدالة الحاضر شلوك ما قادرين تعمل أي شيء ما جيتوا ركبت العربات الانفينيتي وربطوا البدل والقعد تدري في المكاتب